اهمية التقييد في السجل الوطني للسكان هو موضوع هذا اللقاء الذي عقدته بعثة من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مع السكان في مدينة العيون حيث بين رئيس البيعثة اهمية الحصول على الوثائق المدنية لكونها الضامن الوحيد للاستفادة من الحقوق الاساسية لكل مواطن هدف هذه البعثة على انها تحسس جميع المواطنين على امتداد التراب الوطنية في كل ولاهة عن حملة التقييد المكثف اللي كانت متباركة معها الدولة اللي عادت تقريباً سبعة شهر أو أكثر ومشات فيها الفرعق في كل بلد وفتحت المكاتب في كل ولاهة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي الأحياء وفي كل بلد وفي البوادي انها لا يتقفر ان شاء الله ومصبط عش في الشهر الثاني من هذه السنة 2024 وان حد ما قيد عاقب هذا ان الله يعود يقيد لا اذا عادت فيلس غير والله يشير نكي نخلق وهذا الحمد لله اخذنا على جميع الولايات وقلناها لهم بالوقات الوطنية كاملة بدوره المدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوذائق المؤمنة في ولاية الحوض الغربي اشاد بدور البعثة مؤكداً ان الاقبال على الاحصاء يسير بوترة جيدة بسبب عمليات التحسيس والتعبئة حول اهميته بالنسبة لعملية التقييد المكثف اللي طلقتها الوكالة الوطنية في دائم الشهر يوليو الماضي قيدت فيه الحمد لله ستين الف مواطن استفادت يا غير نعرف عن باقي شيء باقي قدر من الناس هو هو اللي جاتي لبعثه تحسس الناس باهمية التقييد وهمية استكماله سابق يوم 17 فراير لان يوم 17 فراير واللي تنتهى فيه العملية نهاية معانقد جنوفا وما تكلمنا عن هويتي هويتي هي نظام ثورة في تقريب الخدمة من الواطن يا غير ما يقدر رقاش يستفاد منها مع حد ما عنده رقم وطني ما يقدر استفاد منها لذلك نعربط أهمية تقييد أهمية هويتي أحد قيد عنده رقم وطني قد استفاد من جميع خدمات هويتي وستتواصل عمليات تقييد المواطنين الذين لم يسجلوا بعد ضمن السجل للوطني للسكان حتى السابع عشر من فبراير الجاري وهو ما يستدعي الإقبال على التقييد قبل نهاية المهلة لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون